اليوم كما تبعته كانت دورة عادية في فراير وكانت فيها نقطة مهمة وأهم نقطة في النظر هي نزع ملكية 200 هكتر واللي كانت في الأول 2008 ورجعت 200 هكتر وكان عندنا سؤال سيد العمدة 8 هكتر المصير دياله وكان الجاوب دياله على أن 8 هكتر كانت فيها مجموعة العقارات اللي هي بنية حاليا ويمكن هذا 200 هكتر ترجع 220 هكتر طرحنا سؤال لأن ربما تكون عند هات 200 هكتر أن تكون عند المصير نفس المصير دياله 71 هكتر كانت في طريق دياله أشقر اللي كانت قتانتها للجماعة وكان عندنا مشروع أنها تحمل فيها السوق دياله يوم بعد أن هاتك 70 هكتر ترامت عليها بعد شركة العقارية وأقامت مشاريع العقارية الساكانية التخوف دياله هو أنه هذا النزع ملكية ما تكون شي غيف في الغابة دياله المديونة تكون في الغابة السلوقية وتكون في الغابة دياله العرارة والشجيرات والغابة دياله العرارة يعني جميع المناطق الغابةوية تكون نزع ملكية والأراضي الجمع تمشين الجماعة عوضت ترامع لها والبناء دياله عشوائيان واللي من بعد كتسبب خسارات كبيرة الجماعة وأنه كتدخل الدولة بمشاريع كبرى في حل اللي وقعها سابقا لأن جميع المشاريع الكبرى اللي تعملوا ستنجا يجب تتصحح هذه الاختلالات اللي كانت كتوقع في مدينة تنجا بسبب ترامع لها الأراضي الجمع والأراضي الأملك ديال الدولة وبتالي احنا ممكننا هنا اننا ننشوفها التجاه ديالنزع ملكية من بعد نشوفوه الحديقة للحيوان والمنتزة وكيف جع يكون الشراكاء كذلك واحد الموضوع كذلك فيما يخص في شق الطرق واللي تجب تفهم مشروع ديال ستارهيل احنا ستارهيل مشروع من الأول وملتبس وبتالي أنه دايما عندنا حساسية من هذا المشروع ديال ستارهيل لأنه الطريقة للإنجاز دياله كان طريقة غير معروفة وغير واضحة كان أولا تم تعويده كان عنده أرض في الجانب ديال السلوقية اللي هي محرمة للبناء من بعد تم تعويده بأرض في منطقة مديونة هذا المستثمر هذا كان التزم ببعض مجموعة الأشياء أنه يقوم بها في المنطقة لأنه مع كامل الأسف كانظن أنه ما ملتزمش بهذا التزامات هذه فيما يخص أولا أنه فات المعدل ديال البناء دياله ديال المشروع دياله من 11% إلى 45% كذلك كان محط ذكر ديال المجلس الأهل الحسابات في أحد الموضوع ديال ديال الإصالات الاجتماعية كل ما هو أنه كان طلب من أمانديس أنه تكون على بال وتحمي الحقوق دياله وتحمي الحقوق ديالجامعة لأن هذا المشروع سيسماري كبير سياحي مربح وبالتالي أنه ما تكون في الجامعة أو لشركة أمانديس وسيلة من أجل أنها تصفلوا المشاكل دياله اللي هو أصلا هو اللي قام بها وكان عرفوه في مدينة ستانجا أنه هذا المشروع دياله كان بأوامر ملكي أنه تم الهدم دياله حل المجموعة ديال الفيلات اللي كان بناءه بطرق غير مشروعة وبالتالي احنا دائما أن المشروع دياله دائما كنحس بها أنه فقص مجد شي نقطة داخل المجلس الأجامعة إلا أننا كنتوجه سوء أنه يكون غير قانوني